أعلنت وزارة الأشغال العامة توقيع عقد مشروع توسيع محطة الصرف الصحي في منطقة أم الهيمان والأعمال المرتبطة يدف هذا العقد إلى دعم الحل البيئي لمنطقة صباح الأحمد السكنية والوزارة أوضحت أن المحطة تنتج 500 ألف متر مكعب يوميا من المياه المعالجة ثلاثيا وتفوق القدرة الإنتاجية لجميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي الثلاثية القائمة حاليا مشيرة إلى أن المشروع يعد أحد أهم مشاريعها الاستراتيجية والرائدة في منطقة الشرق الأوسط